طيب أنا هعدي الجزئيه دي لأنه أنا شايف زي ما قلت لحضراتكم أن المشكلة حلها سهل جدا يعني إذا كان فيه إرادة أنه إحنا نحل هنحل لكن اللي حاصل بقى في اتحاد الكورة اليد دي أنا حاولت تلقيلها عنوان حقيقة لكن ما لقيت لاش قبلغ من أنه في حالة عك حالة عك دكتور حاسم مصطفى رئيس اتحاد الدولي الكورة اليد قال أنه اتحاد المصري لكورة اليد برئاسة هشام نصر ارتكب على حد تعبيره خطأ فادح بإصراره على تكملة مطشاط الدوري الخاصة بالموسم الماضي بنفس القايمة القديمة وده وضع الحقيقة الفرق اللي بتنفس على اللقاء فيه مشكلة كبيرة جدا بعد طبعا ما الفرق دي عدلت من أوضحها وعملت صفقات جديدة واستبعدت عدد من اللاعبين وخصوصا أنه المسابقة بتاعت الموسم الجديد انطلقت بالفعل واتلعبت منه لغاية النهاردة حوالي خمس مطشاط فإزاي يعني إزاي حد يجاوب على السؤال ده مهم جدا إزاي نرجع نلعب أو نرجع نستكمل مسابقات البطولة بتاعت الموسم الماضي وكمان يعني ده ممكن يكون إلى حد ما مقبول أو مفهوم هعديها يعني لكن إزاي يرجع لعبها بالقايمة القديمة وده اللي أصر عليه الاتحاد المصري لكرة اليد واللي الحقيقة ما يعني هو بياخد قراره مرجعش أو استشار الاتحاد الدولي في استقناف المطشاط الخاصة بالموسم الأخير بالقايمة القديمة والاتحاد الدولي عالسان دكتور حسن مصطفى بيقول الاتحاد الدولي لم يتلقى لم يتلقى أي مكتبات أو مرسلات تخص هذا الموضوع وكل ما يتردد خذوا بالحضراتكم وحطوا بقى مية خط وكل ما يتردد من تصريحات في هذا الشأن على لسان مسئولي اتحاد كرة اليد المصري عاري تماما من الصحة لأن اتحاد الدولي عنده لوائح سبتة واضحة ولا يمكن حقيقة أنه يقع في مثل هذا الإجراء الخاطئ ولا يسمح على الإطلاق بأنه يتم استقناف نشاط الموسم الماضي بعد ما ينطلق الموسم الجديد والأهم والأغرب واللي مش مفهوم أنه يتم ده بالقايمة القديمة وده شرط يعتبر طبعا زي ما وصفه دكتور حسن شرط تعجيزي وخطأ فادح وقع فيه اتحاد كرة اليد المصري ولم يكن للاتحاد الدولي أي دخل فيه